بسم الله الرحمن الرحيم يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدعي القول بالزور والعمل به والجهل من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدعى طعامه وشربه رواه البخاري وأبو داود واللفظ له قول المؤلف من لم يدع من لم يدع من لم يترك من صلى الله عليه وسلم ولنرحل رشد وضد الصواب فليس لله حاجة يعني كأنه لا حاجة له إلى ودركه الطعام وحده ولا الشراب لأنه مطلوب من المسلم إذا صام أن تصوم جوارحه تصوم العين عن النظر للحرام تصوم الأذن عن السمع للحرام تصوم اليد عن المد والبطش بالحرام تصوم الرجل عن المشي للحرام من لم يدعي الحرام فلا حاجة له في أن يدعي الطعام والشرام يعني كأن صيامه ناقص أو غير موجود أو لا حاجة له فيه لأنه لم يحصل على أجل في صيامه فحري بالمسلم إذا صام بطنه أن تصوم جوارحه كلها السمع والبصر واليد والرجل والأذن وغير ذلك من حواسه حتى يكون صيامه كاملا والصيام مجزئ ولا يؤمر بالإعادة لو كتكلم بالزور أو تكلم بالبهتان والكذب أو اتخذ شيئا من الحرام أو ابتعاد عن الصواب فصواب فصومه مجزئ ما يؤمر بالإعادة لأن هذه الأمور تكمل الصيام فقد يأخذ درجة ضعيفة على صيامه فدرجة الصيام مئة في المئة مثلا إذا تكلم بالزور نقص وإذا تكلم بالجهل نقص وإذا امتدت يده للحرام نقص وهكذا حتى لا يبقى له شيء من صيامه فليس لله حاجة الله جل وعلا غني عن العباد لا حاجة له في صيامهم ولا طاعتهم ولا قيامهم وإنما هذا فيه دلالة على أن صيامه ناقص لم يكمله ولم يؤدي ما أوجب الله عليه والله غني عن الخلق لا حاجة له فيما يعملونه من العمل وإنما من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وكما يقول بعض السلف أهون الصيام ترك الطعام والشراب أهون الصيام ترك الطعام والشراب فقد يصوم المرء عن الطعام والشراب ولا يصوم عن البحت والزور والجهل والاعتداء والظلم فهذا لا فائدة في صيامه والعياذ بالله إلا أنه يجزئ عنه لا يؤمر بالإعادة وقصة المرأتين اللتين صامتا عن ما أحل الله لهما وأطلقتا لساينيهما فيما حرم عليهما كما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنها هنا امرأتان صائمتان تكادتا أو تكاد أن تموت من العطش فأرض عنه صلى الله عليه وسلم ثم جاء مرة أخرى ثانية وثالثة فقال ادعوهما لي فدعاهما فجيء بطئنا فقيل لأحدهما قيئي أمر من الله جل وعلا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فقاءت قيحا ودما ولحما عبيطا كريها المنظر كريها الرائحة خبيث فحتى ملأت نصف القدح ثم قيل للأخرى قيئي فقاءت يعني هي ما عندها استعداد للقي لكن بأمر الله جل وعلا خرج هذا القي فقاءت لدما عبيطا ولحما صديبا ولحما سيئا وكريها حتى ملأت القدح فأخبر صلى الله عليه وسلم بما أطلعه الله عليه أن هاتين المرأتين صامتا عن الحلال الذي هو الطعام وأفطرتا عن الحرام الذي يتعرض لكلام في الناس بقدرة الله جل وعلا صار ما أكلتا المرأة من اللحم والصديد من لحم ابن آدم من لحم الناس صار دما ولحما عبيطا فخرج من بطنها بإذن الله جل وعلا ليطلع العباد على أن من تعرض للكلام السيء أو السب أو الغيب أو النميم أو غير ذلك من الأمور أنه بمثابة هاتين المرأتين كأنه يأكل هذا وهذا شيء مكروه ما يألفه الإنسان ولا يريده فحري بنا أيها الإخوة أن نستشعر الصيام ونربي أنفسنا على الصيام الصحيح فإذا صام أحدنا فليبتعد عن كل ما حرم الله ليسلم أصاه صيامه كاملا والله جل وعلا فرض الصيام على العباد رغبة في التقواهم في تقواهم واستقامتهم لأنه درس جيد في التقوا والعمل الصالح والاستقام على طاعة الله جل وعلا يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون لعلكم تتقون عسى أن تتقوا ربكم جل وعلا فتستفيدوا من هذا الصيام وتصوم الجوارح كلها للبطن وحده بل تصوم الجوارح كل ما حرم الله جل وعلا فالصيام سبب للتقوا فإذا لم يتق الإنسان ربه ولم يستفد من هذه المدرسة فكأنه خرج منها بلا شيء لم يأخذ درجة على دراسته كلها لا استفاد شيئا أبدا فحري بنا أيها الإخوة أن نهتم بالصيام وأن لا نجعل يوم صومنا ويوم فطرنا سوى بل نحافظ على الصيام حتى لا نخدشه ولا نسيء إلى أنفسنا بالتعرض للآخرين ومفردات الحديث ستأتينا في الشرح إن شاء الله من لم يدع توارد على الفعل جازمان والعامل في الفعل هو الثاني المباشر أما الأول في يكون من لم يدع في جازمان من الشرطية تجزم ولم الحرف الجزم جازمان توجه إلى دع يدع فعمل فيه الثاني ولم يعمل فيه الأول أما الأول فيكون عاملا في المحل يدع من ودعته أدعوه ودعا تركته وأصل المضارع الكسر ودعاه تركه ودعاه من لم يدع لم يترك ودعاه تركه وأصل المضارع الكسر ومن ثم حذفت الواو ثم فتح لمكان حرف الحلق قال بعض المتقدمين أن ودعا من الأفعال التي أماتت العرب ماضيه فلا يأتي إلا أمرا ومضارعا والمعنى أماتت العرب ماضيه يعني ما يأتي بحرف الماضي وإنما يأتي مضارع وأمر والصحيح أنها ما أماتته وإنما استعماله قليل قال بعض المتقدمين قال بعض المتقدمين إن ودع من الأفعال التي أماتت العرب ماضيه فلا يأتي إلا أمر العرب ماضيه يعني تركه الفعل الماضي من يدع يدع مضارع ودع أمر والماضي ما فيه أمر والماضي ما فيه أمر ماضي نعم لكن الصحيح أن فيه الماضي لكنه قليل استعمال قال بعض المتقدمين إن ودع من الأفعال التي أماتت العرب ماضيه فلا يأتي إلا أمرا ومضارعا والمعنى لم يترك والمعنى لم يترك والحق أن ماضيه لم يمت إنما هو كما والمعنى لم يترك لم يدع لم يترك والمعنى لم يترك والحق أن ماضيه لم يمت وإنما هو كما قال في المصباح قليل الاستعمال وإلا فقد قرأ قوله تعالى ما ودعك ربك ما ودعك ربك ما ودعك يعني ما تركك وقال الشاعر غالبه في الحب حتى ودعه بالتخفيف ودعه تركه يعني أن هذا من الماضي ما ودعك هذا غير فعل وإنما ما ودعك ما ودعك يعني ما تركك ربك وجاء مصدرا في قوله صلى الله عليه وسلم لينتهينا أقوام عن ودعهم والجمعات رواه مسلم جاء مصدر عن ودعهم تركهم الجماعات لينتهينا أقوام عن تركهم الجمعات أو لا يخالف أو لا يختمن الله على قلوبهم أو كما قال صلى الله عليه وسلم نعم الزور بضم الزاي وسكون الواوي آخره راء مهملة وهو كل كلام راء مهملة يعني ليست منقوطة راء مهملة يعني الراء غير المهملة المعجمة الراء المعجمة فيها نقطة يصل زاي الزور بضم الزاي وسكون الواوي وآخره راء مهملة هو كل كلام مائل عن الحق ومنه الكذب والبهتان الزور من الزور وهو الميلان يعني الكلام المائل عن الصواب يعتبر زور ومن ذلك شهادة الزور لأنها جهل وضلال وبعيدة عن الصواب ومن أعظمه الشهادة الكاذبة في أخذ الباطل أو إبطال أو إبطال حق أبطال حق أو أخذ باطل هذه شهادة الزور أصلها تأتي لهذا ما سمي الزور إلا لأنها مائلة عن الصواب إما جاءت لإبطال حق أو لظهور باطل لإظهار باطل والعمل به أي العمل بمقتضى ما نهى الله عنه من شهادة الزور وما نهى الله عنه الجهل السفه من شتم وسب وقذف وهو ضد الحلم ما يأخذ من الحديث أولا قول الزور هو القول المائل عن الحق إلى الباطل فيدخل فيه كل كلام محرم من الكذب والغيبة والنميمة وشهادة الزور والسب والشتم وغير ذلك ثانيا فكل قول زور فهو محرم في كل زمان ومكان ولكن يعظم ويشتد إثمه إذا كان في زمان فاضل كرمضان ومكان فاضل كالحرمين وحالة فاضلة كالصيام ثالثا أما الجهل فهو ضد الحلم من السفه بالكلام الفاحش فهو أيضا محرم على كل حال وحرمته من الصائم أعظم أشد رابعا إن الصيام مع قول الزور والجهل والسفه ناقص المعنى قليل الأجر لأنه ليس صوما تاما كاملا ولو كان كذلك لصان صاحبه عن الأقوال المحرمة وفضول الكلام خامسا قوله فليس لله حاجة في أن يدعى طعامه وشرابه يراد به بيان عظم اتكاب قول الزور والجهل في حال الصيام وإلا فالله تعالى غني عن العالمين وأعمالهم سادسا الصيام مع الكلام المحرم ظاهره الصحة هو أداء الواجب عن صاحبه ظاهره الصحة لو أن شخصا مثلا تكلم بالزور كلم شاهدة الزور قال كلام محرم ثم جاء يستفتي يقول هل بطل صيامي نقول نعم فصيامك سيء وصيامك أنت آذب به لكن ما تمر بالقضاء ما نأمرك بالقضاء فصومك يؤدي أديت الواجب عليك لأن هذا الأمر محرم دائما وأبدا ليس محرم للصيام فقط نعم أجلس يا والد أجلس 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 ولا رح أجلس ولا رح سادسا الصيام مع الكلام المحرم ظاهره الصحة وأداء الواجب عن صاحبه إذ أنه ليس من المفطرات الحسية ليس من المفطرات الحسية ليس مثل الطعام والشراب وغير ذلك من الأكل والجماع لا ليس مفطر حسي وإنما هو سيء إلى المرأ بصيامه في مساء معنوية نعم قال في الإقناع ولا يفطر بغيبة ونحوها ولا يفطر ولا يفطر بغيبة ونحوها قال الوزير اتفق على أن الكذب والغيبة يكرهان للصائم ولا يفطرانه فصومه صحيح في الحكم وهذا مبني على قاعدة هي أن التحريم إذا كان عاما لا يختص بالعبادة فإنه لا يفطلها بخلاف التحريم الخاص تحريم نوعا شيء محرم في هذه العبادة خاصة هذا يفطره التحريم مثل الأكل والشرب في نهر رمضان هذا محرم محرم لأن المرأة صايم يحرم في الصيام أما التحريم الذي لا علاقة له بالصيام فلا يفطر كالربة والكذب والغيبة وغير ذلك من الكلام هذا لا يفطر وإنما هو ينقص الأجر سابعا من أداب الصائم ما قاله في الإقناع ويجب اجتناب كذب وغيمة ونميمة وشتب وفحش ونحوه كل وقت وفي رمضان ومكان ومكان فاضل آكد وإلا وأن لا يعمل عملا يجرح به صومة فكيف لسانه فيكف لسانه عما يحرم ويكره وإن شتم سن له جهرا في رمضان يعني إذا شتم إذا الإنسان تعرض له واحد هو صائم ولا يحب أن يتكلم بشيء سيء لكن تعرض له أحد فهل يجابهه أو يسكت ويتركه لا كلاهما لا يصلح إن قال مثل قوله أسى وإن تركه قيل عاجز أو إقرار لما قيل فيه يقال له واحد يكذاب أنت كاذب أنت كذاب أنت مرائي أنت منافق فسكت إذا سكت ولم يجب قيل نعم هم قر بهذا والحقيقة أنه ليس مقر وإنما يمنعه من الكلام مثل هذا الكلام السيء صيامه فليقول إني صائم إني إمرء صائم والصيام قد يكون واجبا فإذا كان واجب فلا بأس عليها أن يجهر به وأما إذا كان مستحب فقد يكون الجهر به يدخل في الرياء فلا يقولها سرا ليمنع نفسه عن الكلام السيء ولا يرائي بصيامه نعم وأن لا يعمل عملا يجرح به صومه فيكف لسانه عما يحرم ويكره وإن شتم سن له جهرا في رمضان أن يقول إني صائم وفي غير رمضان يقولها سرا يسجر نفسه بذلك خوف الرياء ويستحب الاكثار من قراءة القرآن والذكر والصدقة لتضاعف الحسنات به لتضاعف الحسنات به ثامنا ضاعف الحسنات بالصيام مع رمضان يكثر من الحسنات يكثر من قراءة القرآن يكثر من الصلاة النافلة في الأوقات التي تصح فيها وهكذا يكثر من الصدقة يكثر من الأمر المعروف أنها عن المنكر وتعليم الجاهل وغير ذلك من الأمور ثامنا قوله فليس لله حاجة فيه إثبات الحكمة فيه إثبات الحكمة من الشرائع وأن منها تهذيب النفوس وتقويم الأخلاق واستقامة الطباع كما قال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر تاسعا المقصود من شرعية الصيام ليس نفس الامتناع عن المفطرات والجوع والعطش بل ما يتبع ذلك من كسر الشهوات وإطفاء ثائرة الغضب وتطويع النفس الأمارة حتى تصير مطمئنة فإن لم يحصل له شيء من ذلك لم يبال الله بصومه ولا ينظر إليه نظر مقبول فوائد الأولى قال إبراهيم النخعي تسبيحة في رمضان خير من ألف تسبيحة فيما سواه وأخبار مضاعفة الأعمال الصالحة في رمضان متظاهرة يعني أن الفريضة في رمضان تعدل سبعين فريضة فيما سواه وثواب النافلة في رمضان تعدل ثواب الفريضة فيما سواه وهكذا فالأعمال الصالحة تضاعف في رمضان الثاني جاء في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت هذا الواجب على المسلم أن يقول خيرا أو يصمت لا يتكلم أحسن له من أن يتكلم بالزور أو بالكذب أو بالغيبة أو بالنميمة أو غير ذلك نعم فيسن للصائم أن يسعى في حفظ لسانه عن جميع الكلام إلا ما ظهرت مصلحته إذا كان الكلام مفيد فيتكلم إذا كان الكلام ما يدري هل يفيد أو يضره فالأولى له تركه الثالث جاء في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن شأتمه أحد أو قاتله فليقل إن مرء صائم يعني يجعل الإنسان ميزه فرق بين الصيام وبين الفطر الفطر أخف وإن كان الكلام المحرم محرم في الفطر والصيام لكنه في موضوع الفطر أخف لكن في الصيام ما يناسب أن يكون صائم جائع تارك الملذات كلها من أجل إرضاء الله جل وعلا ثم يقع في الحرام ما ينبعي هذا فلذا يكره الكلام السيء أو يحرم في رمضان أكثر من حرمته في غير رمضان كذلك الكلام السيء أو الأذى أو التسلط على عباد الله في مكة أعظم إثما من تسلطه في مكان بعيد عن مكة فمثلا قد يأتي واحد مثلا للحج أو العمر في مكة فمعه نفقه ثم يتسلط عليه متسلط ويأخذ نفقته ويبقى يسأل الناس هذا حرمته شديدة وفضيعة ويحكم المرء المسرق منه في حسنات السارق فلن يبقي منها شيئا له يأخذها كلها لأنه جنى عليه وأساء وكذلك الحذا وكذلك ماله وكتبه ونحو ذلك لا يجود للمسلم أن يتسلط على أخيه المسلم بأذى بأي نوع من أنواع الأذى أو المضرة يجب عليه أن يبتعد عن إضرار بأخيه المسلم وظاهر الحديث أنه يجهر بذلك واختاره الشيخ وليس مختصا بالصائم لكنه في حقه آكد يعني أن المرأة إذا جهل عليه ما يجابه الجاهل مثل ما قال أو يقول أنت أسوأ أو كذا أو كذا لا يتركه ويقول أنا صائم هذا أشد وأفضل لأنه لو سكت وتركه لقيل عاجز عن الإجابة ما يعرف لكن يقول يبين حكمه يبين سبب امتناع عن الكلام لأنه محافظة على طاعة الله وعلى صيامه هذا وأرجو الله جل وعلا أن يمنا علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح والبصيرة بالدين إنه سميع مجيب وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تقول السائر شربت الماء بعد الأذان بسبعة دقائق بدون علم عليك أخي أن تتأكد من المؤذن أهو يؤذن عند طلوع الفجر فإذا كان أذانه عند طلوع الفجر فهل تعلم أنك شربت بعد طلوع الفجر والشارب بعد طلوع الفجر لا يعذر بذلك أما إذا كنت تعلم أن شربك قبل طلوع الفجر لأن المؤذن يؤذن قبل طلوع الفجر بدقائق فلا بأس عليك وإذا جهلت الحال فالأصل معك الأصل أن الأذان بليل أن المؤذن ما يمنع من الطعام والشراب لأنه يؤذن بليل كما قال عليه الصلاة والسلام إن بلاه لن يؤذن بليل فاكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه كما قال الراوي رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت يقول السائل هل هناك أجر لمن يقوم بالسعي بين الصفا والمروة تطوعا؟ لا يا أخي التطوع بالسعي لا يسوق وإنما التطوع بالطواف والصلاة والذكر وقراءة القرآن فالسعي عبادة لا تتعلق بالمسجد الحرام لأن السعي كان خارج المسجد الحرام لعبادة لا تتعلق بالمسجد فلا يلزم فلا يستحب تكرارها مثل الوقوف بعرفة لا يستحب للإنسان أن يتطوع فيه مثل الرمي الجمار لا يستحب للإنسان أن يرمي أكثر من سبع في اليوم حقا اليوم مثلا الأول سبع حصيات فلا يتطوع بزيادة حقا اليوم الثاني 21 حصاد ما يتطوع بزيادة وهكذا فالتطوع في الحج فيما يتعلق بالمسجد الحرام أو قراءة القرآن أو الذكر وأما في السعي أو الوقوف بعرفة أو الرمي الجمار أو غير ذلك فلا يستحب فيه التطوع يقول السائل خرجت من بلادي يوم 28 شعبان على أساس عمرة رمضان فهل تحسب عمرة لشعبان أم عمرة برمضان حسب إحرامك إذا كنت أحرمت بالعمرة في شعبان فهي عمرة شعبان وإذا كنت أحرمت بالعمرة في رمضان وأديت في رمضان فهي عمرة رمضان فإذا كنت أحرمت في شعبان فهي عمرة شعبان والله يثيبك على نيتك وقصدك وممكن أن تعتمر مرة أخرى لتحوز على عمرة رمضان لأنها تعدل حجة وفي رواية مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول السائل شاب يريد أن يتزوج من فتاة ولكن والديه منعوه وعارضوه على هذا الزواج من الفتاة بسبب إحدى قريباتها تشتغل في السحر والشعوذة فماذا يفعل؟ هل يطيع والديه أم يتزوج منها علماً بأنها فتاة ذات خلق؟ أما طاعة والديه في مستحبة في مثل هذا فهما قد يكون أبعد في النظر منه ويخشى عليها ما دام بيتها فيه سوء فيه سحر فيه كذا فيه كذا فيبتعد عنها أولى له ما دام أنه لم يعقد عليها لأنه لو عقد عليها قلنا له لا يطلقها لكن ما دام ما عقد عليها إلى الآن وبالخيار فيحصن منه أن يتخير البيت الطيب وأن يستشير والديه في الزواج لأنه قد يغتر بجمال المرأة أو نظرها إليها وعجابه وكونها عجبته لكن قد يكون بيتها بيت سيء حولها أناس في لا خير فيهم مثل السحرة أو الكاهنة أو المنجمين أو نحو ذلك أو أبوها يأكل الربا أو نحو ذلك قد يؤثر هذا عليها مستقبلا يقول السائل ما حكم إطلاق اللحية يجب إعفاء اللحية لقوله صلى الله عليه وسلم أعفو اللحى أكرم اللحى أرخو اللحى خالف المجوس خالف المشركين خالف اليهود فيجب على المسلم إعفاء لحيته نعم يقول السائل ما حكم استخدام المسبحة الإلكترونية على أنها وصيلة لحساب عدد مرات التسبيح لا بأس بذلك إذا كان هذا في مصلحة وتركه أولى ترك المسبحة أولى لأجل أن يسبح بأنامله لأنه عليه الصلاة والسلام أمر النساء بأن يعقدن بالأنامل قال لأنهن مستنطقات فالأنامل تنطق بعدد ما سبحت فيها وهكذا فيحسن للإنسان يسبح بأنامله بأصابعه فإن سبح بالمسبحات للعدد فلا بأس يقول السائل بعض الأحدي يتركها أصحابها في المسجد هل يجوز استخدامها علما بأن خادم المسجد سمح بذلك إذا علمت أن صاحبها تركها لا يريدها فلا بأس عليك أن تستخدمها لكن إذا لم تعلم فلا يجوز لأنه قد يكون وضعها هنا ليعود إليها فإذا عاد لم يجدها فلا يجوز للإنسان أن يأخذ مال أخيه المسلم إلا بطيب خاطر منه وكون قيم المسجد وحارس المسجد يأذم في هذا هذا ليس ملكه وليس له إلا إذا علم قال أعلم أن صاحبها تركها ولن يعود إليها فلا بأس أن تأخذها يقول السائل رجل عنده مبلغ عنده مال بلغ النصاب فهل ينتظر إلى ما يبلغ الحول أو يخرج المال الآن إذا بلغ المال النصاب فلا يجب فيه الزكاة إلا بتمام الحول إذا بلغ نصابا ما يجب فيه أن يزكيه حتى يبلغ الحول يقول السائل تزوجت امرأة ثانية فغضبت الأولى وطلبت الطلاقة وهي تريدني ولكن هددها أهلها إن واصلت معي سيتخلون عنها فماذا أفعل وهي امرأة دينا طيبة عليك أخي أن تعدل بين زوجتيك الأولى والثانية والأولى إذا رأت العدل منك والإنصاف قبلت لأن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن كن تسع عند النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقسم بينهن ويعدل ولا يدل على نقص أو تقصير في المرأة إذا صبرت على زوجها بل يدل على كرمها وطيبها وطيب نفسها وتقواها لله جل وعلا فعلى المرأة أن ترضى بما قسم الله فالله جل وعلا يقول للرجال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنا وثلاث ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم إذا خفت أنك ما تستطيع العدل بين الثنتين فاترك التعدد واقتصر على واحدة وإن خفت أن لا تعطي الواحدة حقها فاقتصر على أمه خذ عبده رقيقة اشترها شراء واستمتع بها وتكفيك وأما الرجال فيجب عليهم العدل ولا يجوذ للمرأة أن تطلب الطلاق من أجل الزواج لأن الزواج هذا مباح وجائز للرجل ما فعل محرم وإنما تطلب منه أن يعدل بينها وبين ضرتها هذا وأرجو الله جل وعلا أن يمنا علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح وأن يجعلنا جميعا من الهدات المهتدين إنه سميع مجيب وصلى الله وسلم ومبارك على عبده ورسوله سبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة